تعالوا بقى على مستوى الكورة مبارح وأول مبارح وأول أول مبارح أنا كان عندي طلب واحد للعيب الزمالك ولعيب النادي الأهلي الجهاز الفني للزمالك والجهاز الفني للنادي الأهلي طلب واحد قلت لهم إيه لو سمحتهم قدموا للعالم للعالم العربي للعالم الأفريكي للكورة القدم المصرية وصمعتها واسمها وشكلها صورة رائعة على مستوى الأداء الفني طلع يا سيدي ويا عمي كل اللي عندك بصراحة ما قدمناش حاجة النهاردة من ده وأنا واخد على خطري هتقول لها كلمة المباراة خلصت بحلوها ومرها والدنة بوطيفة والأهلي خد كسنة طبعاً وهنتكلم على الأهلي كتير دلوقتي وهنتكلم برضو على الزمالك العمل المباراة محترمة أنا كان نفسي الأهلي والزمالك النهاردة يعملوا مباراة عالمية الملعب والأجواء والجماهير والتنظيم وكل حاجة تساعد إنك تلعب كرة حلوة النهاردة الأهلي والزمالك مقدموش كرة حلوة وتحديداً كمان بصراحة الأهلي على فاكرة على مستوى الأرقام اللي اتنين كانوا قريبين من بعض جداً بس لما قولي الأهلي عشان الأهلي عنده سبات في التشكيل وعنده جهاز فني مستقر بقاله سنة ونص يعني ظروفه مستقرة عن الزمالك فالأهلي كان المفروض أداوي بأفضل من كده الزمالك على ضوء هذه الظروف هو مدير فن جديد ولعبة جديدة وتشكيلة جديدة يعني فيه تفاصيل كتيرة ما تخليش الزمالك النهاردة يظهر بأفضل صورة ورغم كده الزمالك عمل مباراة جيدة بس إحنا ما قدمناش كورة تفرحنا تخلينا فخورين وبنتشرف أنا متأكد يعني النهاردة أنا أفرج على الشوت الأول تحديداً عمال أقول إيه هو جوزي مولينيو دلوقتي قاد في المدرجات بيفرج علينا إزايش هو رونالدو بيقول إيه يا طرى توتي بيلعب في الموبايل والله بيفرج على المباراة إحنا ما عملناش حاجة حلوة ودي حكاية كبيرة ممكن نتكلم عنها بكرة النهار ندردش فيها شوية على أول مستوى اللي وسنناله في كرة القدم المصرية أكبر ناديين في مصر الحالة ما بتبقاش حلوة على طول هتقول لي الكريم ده الأهلي مكتسح كل البطوعة تقول لك طبعاً طبعاً بس فيه تفاصيل هنتكلم عنها بكرة نهاردة مارس الكولر بدأ المباراة بمفاجأة كبيرة مفاجأة ونص مفاجأة المفاجأة إنه كريم نيدفيد بدأ النهاردة المباراة بدلاً من مرانة عطاية في مركز رقم 6 وبدأ بكهرباء على العكس كل التوقعات اللي قالت إن مودست هو اللي هيبدأ المباراة بحسب فكرة كلها لغم إن إحنا كلنا كنا نتمنى كهرباء اللي يلعب عشان كهرباء أكيد أفضل من مودست اللي بيحب الكرة يعني شايف إن كهرباء بقى أفضل من مودست إن كان برضو كهرباء ما عملش مباراة كبيرة بس كل اللعيبة معظمهم ما لعبوش مباراة كبيرة كريم نيدفيد ما عملش مباراة كبيرة عمر السلية ما عملش مباراة كبيرة إماما عشور الشوط الأول ما عملش مباراة كبيرة الدفاع هنا وهنا إلى حد كبير كانوا جيدين إلى حد كبير مش بشكل كامل مصطفى شبير عمل مباراة عظيمة في الشوط الأول وهاجل مصطفى شبير بعد شوية مصطفى شبير كان عمل مباراة جيدة في الشوط الأول الزمال اكتأثر كثيرا بغياب أو بإصابة وخروج زيزو في الشوط التاني الأهل النهاردة كان ممكن يبقى أحسن تغييرات مارسل كولر صحيح تأخرت كالعادة ولكن هو بيتأخر في التغييرات لسبب ما هو اللي يعرفه وغالبا السبب ما اللي هو بيعرفه دوت بينجح فيه عشان غالبا تغييراته اللي بتطلع متأخرة دي بتدي نتيجة للأهل في النهاية زي النهاردة ما حصل مع أفشة بالمناسبة زكاء مارسل كولر وقرأته جيدا للمباراة وعدم غروره بتخليه يوصل لمرحلة أنه كريم نذن مش موفق هيخرج عمر السولاية مش موفق هيخرج الطبيعي برسي تاولا وخرج هيبقى كريم فؤاد لا هنزل عمر كمال عبد الواحد عشان يدافع مع محمد هاني ناحية اليمين بتاعت الأهل اللي كانت مخترقة كثيرا من ناحية الشمال بتاعت الزمالك دي ميزة مارسل كولر وبالمناسبة مارسل كولر في رأيي ومع كامل الإحترام للجميع هو أعظم مدير فني أجنبي خلال سنة ونصة هو أنا بقول له على فكرة من سنة من سنة كنت بقول كده هو أعظم مدير فني أجنبي دخل مصر هتقول له يا كريم في مدربين أجانب أعظم منه هقول لك منو الجزدة عشق أنا بحب منو الجزدة جدا بعشقه بس مارسل كولر تبقى لكواليتي اللاعبين والظروف اللي بيعيش فيها دي ويحقق كل هذي سبع سبع بطولات في سنة ونص مارسل كولر على مستوى تطور اللاعبين فرديا على مستوى تطور الفريق جماعيا كل شيء مارسل كولر ما شفتش بعناية مدرب أجنبي زيه ما أنه الجزدة هيفضل معشوق الجميع في كرة قدم المصرية كلها طبيعي جميع الأهلي أولاً ولكنه إنجازاته وتأثيره وشخصيته وكريزميته كل حاجة بس مارسل كولر لا 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 مختلف حتى لما بيحط تشكيل غلط بيعرف يعدل أموره بيقرى المنافس بشكل كويس أكيد عنده بعض الأخطاء في بعض المباريات أكيد زي مدرب بيب جورديولا عنده أخطاء في بعض المباريات بس مدرب في المجمل بيدكز بيشتغل بيتعب بيكتهد ما عندهش لعيب كبير ولعيب صغير وبمناسبة دي برضو هكمل نقطة مهمة في بعض الناس قالت في الفترة الأخيرة مارسل كولر بيظلم بعض اللاعبين قالك بيظلم كهربا فالراجل أشرك كهربا قالك بيظلم أكرم توفيق فأشرك أكرم توفيق المباريات الماضية عادي جدا الراجل ده عنده أزمة واحدة بس مع اللاعبين وأنا هسلم عليه وقوله أنا معاك أنت برافو عليك اللعيب اللي بيعترض اللي بيمطعد اللي بيقفش ويتدايق أي من أشرف اتدايق هو لعيب جامد جدا وكل حاجة مش معايا أحمد العبدالقادر مش معايا صلاح محسن مش معايا محمد مكدي أفشة محمد مكدي أفشة اللي غير المباراة بالنسبة للأهل النهاردة من وجهة ناظر أخبر الإمام عشور هو اللي خد أفضل لعب في المباراة بس محمد مكدي أفشة لعمره عمل أزمة ولا مشكلة ولا ديء ولا زعل رغم أنه من كم شهر كان نجم الأهل الأول بس مع مارس الكرة مش هو اللعب الأساسي مش هو اللعب المفضل بس دايما أفشة لما بيشارك في أي توقيت تلاقيه جاهز ينزل شوية تاني في مطش الودادة هتلاقيه مكسر الدنيا ينزل النهاردة في شوية تاني تلاقيه مكسر الدنيا ومباراة كتيرها شبه كده دا لعيه بيحبه مارس الكولون ما يستغناش عنه حتى لو هو تكتكيانو فنية مش هو اللي بيعمله كله وعايزه بس هلاقيه لك وقتك مش هقولك اطلع بره خالص